ايه الخطوات القادمة خلال الايام القادمة القليلة توقعاتك يعني ورأيك في اتهام راشد الغنوشي لصحافة الامارات ان هي اللي كانت وراء هذه الحركة وعداءاً لحركة النهارة طيب انا قبل ما اروح لصحافة الامارات انا اروح للجزيرة والموقف اللي تم لاني عندي معلومة مهمة جداً فاضد بلي فاني اللي تم انه الاجهزة الامنية في تونس رصدت مكلمة ما بين راشد الغنوشي قدام البرلمان مع قناة الجزيرة بشكل مباشر ده يوم ايه لما كان بيكتحم مبارح لما كان عايز يخش اه مبارح انه لما راحت الاجهزة الامنية مكتب الجزيرة واخرجت كل من فيه وسيطرت على المكان ومنعتهم من العمل لانه كان فيه مكلمة تم رصدها للتعاون والتنسيخ بانه يروح بث مباشر لرئيس الحكومة يتكلم فيه انه بيرفض قرار الرئيس وانه بيؤمر الداخلية يلاقي منبر يعني يهاجم منه مش منبر فقط هو هينفي قرارات الرئيس ويقول انا اللي مسيطر هو كان المشي الداخلية انا اللي مسيطر على الداخلية وبناء عليه تأتمر بامري وكان هيعمل فتنة كبيرة جدا تم رصد المكالمة او توقعها فتعملت الاجهزة الامنية مع مكتب الجزيرة بهذا الشكل نيجي للنقطة التانية اللي بتتعلق بالصحافة بالصحافة المختلفة واضح تماما انه كان فيه دور فعلا للإعلام في كل الاتجاهات يعني هذا الاتجاه له صحافته هذا الاتجاه له صحافته او إعلامه اه فيه تركيزه الصحافة الإخبارية والسياسية فيه تركيزه من الكلام اللي موجود هو قال بشكل عام لكن كل صحيفة بتستخدم الأجندة اللي هي عايزاها وبتدعم الطرف اللي هو لو كان الموضوع فردي وكل واحد له رؤية لماذا اتهم رشد الغنوشي إعلام الإمارات بتدبير هذه الحركة هو اتهمهم لأنه هذا فهمه يعني هذه الطريقة التي يفهم بها الأمور هو الآن الإخوان يرون أنه الإمارات هي التي يعني لها دور كبير في صحاء في حركة تمرد مصر وترى أنه هي التي يعني غطت على أعمال هذه الحركة ودعمت بشكل كبير جدا النظام السياسي في مصر اللي كان ضد الإخوان ولا يزال حتى هذه اللحظة فهو يقيس حتى هذه اللحظة ما جرى في مصر على ما يجري في تونس وللأسف هذه طريقته في التفكير دي ترأيتهم كلهم يعني دي ترأيتهم هم يعني إحنا ما فيش يعني ترجمة نانسي قنقر